قلين قصتك وسر هذا الشغف سر هذا الشغف انطلق من بداية الطفولة يعني سن السابعة كنت نحب نشوف الفنانين على المسرح يقدموا عروض للأطفال كان شغفي أكثر الطفولة قررت أني ندخل المجال للمسرح فدخلت للمجال المسرح وكانت يقدم دايما كنا نحاول نقدمه مسرحيات باللغة العربية الفصحى يعني فهذا ما أكسبني نوعا ما فصاحة في اللغة هي المسرحيات اللي كنا نقدمها وأيضا شيء الجميل في المسرح أنه يعطيك جرأة المواجهة لأنه نشوف من أصعب الأمور أنك تواجه الجمهور مباشرة يعني ما يكونش بينك وبينه عازل فهذا من يعطيك جرأة أنه تملك الخشبة وتتكلم لكن أنا سبق وقلت لك أستاذ أنه المسرح أنت دائما مقيد دائما أنك ممثل لست صانع السيناريو ولست مخرج فتكون أنت مقيد بما يملأ عليك تقدم ما يملأ عليك فبعدها قررت أنه نتوجه إلى مجال آخر نخاطف فيه الناس بحرية فكانت لي فرصة أنه اعتليت المنصة وقدمت مع جمهور اللي كانت سلطات رسمية أذكر وأنا في سن 15 سنة بعدها انطلقت في التدرج كانت تنشيطي طفولي للأطفال وبعدها أصبح في محافل ومناسبات وطنية وبعدها تدرج حد ما وصل عدد الجمهور اللي أذعت نشط قدامه وقدمت قدامه ما يقارب 60 ألف متفرج ملعب فهذا تدرج وبعدها الجانب الأكاديمي يبقى مطلوب وأنا لم أدرس إعلام أنا درست حاليا أحذر لرسالة الدكتورة تخصص إدارة مؤسسات لا علاقة لي يعني بالإعلام لكن هو شغف وطموح حب توصيل رسالة لتكنيك النص عندك سرعة تعلم كيف جاء هذا؟ أيضا الآلات الموسيقية الخامس في ظن أن وقتك مسحوم الآلات الموسيقية أنا استطفيني جانب فني نحب غني نحب المثل نحب الموسيقى والموسيقى الحمد لله كان فيه دور شباب في منطقتي تقدم فيها أساتذاء يقدمو لك حتى ولو بشيء البسيط والإمكانيات تم آل خمسة بلتي إيه هم خمسة اللي هي الناي واللي هي الكمان وحاليا أتدرب على العود والبيانو والهارمونيكا طبعا الهارمونيكا لسه متمكنة من هنا لكن أعرف جيب الصوفيج عادي فالآلات الحاليا أتدرب على العود جميل مواهب أنا مقدر حضورك واهتمامك وشغفك الحقيقة في الإعلام رغم أنك لسه بس ستكونين فيه إن شاء الله اشتركوا في القناة